السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة ان شاء الله هنهم الوصفة من ارمع الوصفات اللي ممكن نعملها لما يكون عندنا ارنبيت الارنبيت هي اسماء كثير كل بلد بتسميه اسم فاكتبولي البلد اللي انتو فيها الارنبيت اسمه ايه عندكو بصوه هو ده الارنبيت كان عندي كده في التلاجة فقلت بقى اعمل وصفة من غير لحوم حاجة خفيفة ولذيذة الكل الكل هيحبها اول حاجة قبل ما اخسل الارنبيت انا بحب اقطع فاكتبولي برضو لو عندكو رأي تاني بتخسله الارنبيت ازاي لانه من الحاجات اللي صعب اللي احنا نخسلها وهي كده سليمة فانا بقطعه كده وبحطه في مصفة وبروح بقى تحت الحوض وعادة ننزل على مية كتير جدا والمية دي تنزل من تحت كده في المصفة خلاص كده طيب احنا النهاردة علشان نستعمل الارنبيت هنحتاج اللي احنا نحطه في محضرة الطعام او حتى نبشره المهم اللي احنا نفرمه ناعم خالص عارفين مرة عملنا كده رز الارنبيت هو بالزبط زي كده فيلا نحطه في محضرة الطعام يعني اي محضرة الطعام هتقضي الغرض انا حطيت شوية وعدين بحط كده في فتحة من فوق بحط واحدة واحدة فيها عشان اسهل على محضرة الطعام وتدخلت معي بسهولة بصوا بقى كده فاقلم دقيقة بالمناسبة انا ممكن اعمل الوصفة دي لما يكون عندي ارنبيت كتير وعايز اشيله في الفريزر اشيله بالمنظر ده بالمنظر ده يكون اسهل بكتير وصفات كتير جدا ممكن نعملها بيه هسيبلكو شوية وصفات عملناها قبل كده بالارنبيت في صندوق الوصف شايفين بقى بيسموه رز الارنبيت دايمن طيب علشان نتخلص من السوائل هنجيب اي شاشة او قماشة كده تكون خفيفة ونحط فيها العرنبيت اللي احنا فرمناه ونبتدي نعصر كويس جدا بصوا بقى المياه اللي بتنزل للسوائل دي انا مش محتاجاها لاني مش هستعمل اي نوع دي ولا اي حاجة علشان كده هتخلص من المياه دي علشان تتماسك معي العجينة وهنشوف هنعمل ايه طبقة اللي احنا هنحط فيها على طول هرطينا الارنبيت اللي احنا فرمناه والكمية دي كتير مش هستعملها كلها انا عايزة بس كوب بيتين من الارنبيت المفروم او بما يوازي تعالوا برضو نشوفهم بالجرامات هيكونوا قد ايه الباقيين دول هاشيلهم في الفريزر لوصفة تانية اقول لكم على شوية وصفات عملناها قبل كده عملنا محشي وعملنا رس الارنبيت وعملنا بفطاير عملنا بحاجات كثيرة طيب 300 جرام من الارنبيت المفروم او كوب بيتين على حسب ما انت عايزة كوباية ولا عايزة بالجرام تعالوا بقى نقول بقيت المقادير على طول عايزين شوية بوهرات مهمة جدا الكمون النهاردة اساسي ملح وفلفل احط كمان معلقة كبيرة من هرست الفلفل بتبدي طعم خرافي ولوم كمان عايزين نحط معلقة سلسف راحتنا بس انا بحب هرست الفلفل احلى طعم مجربت اليها احطي كمان بطين احط كمان كوباية من جبن المتزرلة عندي كمان جبنة كشكوان اختياري بقى حتة من جبنة كشكوان حوالي ربع كوباية اختياري عشان هي عندي صراحة استعملها ولكن من غيرها الوصفة مية في المية جميلة جدا انا حسبت السعرات الحرارية وكل حاجة من غير الجبنة الكشكوان عشان اقول لكم ان هي اختيارية طيب هنبتدي نقلب العجينة بصوا كده لما تقلبت كمان جبنة بس كده عندنا بقى كذا خيار للتسوية عايزين نسويها في الفرن نسويها عايزين نسويها عندنا مكنة وفل ممكن نسويها في مكنة الوافل اللي هي بتكون كهربائية طيب لو ما عندناش ممكن نجيب قلب الوافل لزي ده وندهنه ونبتدي نحط في كل فاتحة من الخليط ده لو ما عندناش بقى قلب الوافل اي صانية صغيرة هتنبع اي صانية تكون مستطيلة او مدورة زي ما انت عايز بس المستطيلة بتكون احلى ونبتدي كده نفردهم في الصانية ونحطهم هتطلع نفس الحاجة بس من غير الشكل بتاع الوافل هتبقى زريفة جدا برضو هتتقطع معيك وممكن تتعمل معك القطع فلو انت ما عندكيش قلب الوافل ما تقفيش على الوصفة وتقولي لأ نساله عملتها بقلب الوافل وانا ما عنديش لا تقدر تجيب اي صانية ادهني الصانية كويس او حطي حتى ورقة زبدة ودهني ورقة الزبدة كمان عشان ورقة الزبدة الايام دي يعني صراحة بيلزق برضو في الاكل فندهن برضو ورقة الزبدة ونحط عليها الخليط ونساوي الخليط وندخلها الفرن انا ببتزي كده ساوي هو الحقيقة لو كان فيه قالب ستة كان ممكن تقضي ستة بس انا عملها اربعة جبار حتى لما تخش الفرن كده هتنفش كده وهتزيد معي يلا ندخلها على فرن سخنته من قبلها حوالي بعشد دقائق هتخش الفرن على درجة حرارة 180 بتقعد حوالي 25 لتلاتين دقيقة ممكن نحتاج الشواية او لا على حسب فرنك وتوزيع الحرارة انتي شوفي كده لما تاخدهم من فوق وتمسك عليها من فوق كي ايها استوت ادفل الفرن واسبيها جوه شوية انا ما طلعتها على طول سبتها تبرد شوية جوه الفرن بصوا بقى بصوا عاملة ازاي هي لسه دافية عندي يعني ما بردتش خالص هقلبها بقى على اي صنية كده بصوا القلب عشان سيلكون ما لزقش معي خالص وانا على فكرة دهنت القلب ده برضو عشان ايه اسهل على نفسي لان النوع من العجين ده بيلزق اهو القلب بقى معي زي الفن بيتغسل في المية تحت المية على طول بشوية سابون صغيرين وزي الفن بيرجع تاني كأنه جديد بصوا بقى يعني اي حد يعدي كده يقول لها ارنبيت يا جماعة اكتبوا لي بقى رأيكم في التعليقات طيب الطعم حلو جدا يعني طعم الارنبيت واضح طبعا فيه ولكن بقى لو قاعدنا ناكل معي مخلل وشوية سوس اهو حطنا بقى كده في اي حاجة ملفوفة كده يعني كأنه شكل سعند واشش تعالوا وريكوا كده هيغير مودنا خالص ونحس اللي حرم ناكل حاجة تانية خالص غير الارنبيت ودي الهدف من الفيديو اللي احنا الحاجة اللي احنا متعودين عليها نحاول اللي احنا نجدد فيها بصوا كده لا انا ممكن كمان اغلفه احسن من كده فتعالوا احطه برضو في حاجة احسن من كده طبعا بيقعد في التلاجة عادي خالص ممكن نسخنه قبل ما ناكله مفيش اي مشكلة ممكن كمان نسويه ونحطه واحدة واحدة كده في كيس في الفريزر وانطلعوا برضو على التسخين يعني شايفين قد اي افكار ممكن احنا نستفيد بيها لو عنك ارنبيتة لو سمحتي محتوطة في التلاجة اقومي جرب الوصفة دي لانها فعلا وصفة تعجبت جدا شايفين شوية الصوص المادلوين دول اي رأيكو بقى بصوا بقى انا غلفته كده احلى احاق بقى جامل جدا لانا باكل حاجة مختلفة تماما عن الارنبيت العدي طيب انا هكتب لكم المقدير وكمان هكتب لكم السعرات الحرارية الناس اللي مهتمية بالسعرات الحرارية هكتب لكم تفصيلة لكل حاجة فيها قد ايه سعر حراري والمجموعة والوحدة فيها قد ايه سعر حراري وصفة جميلة اتمنى انها تكون عجبتك وجربوها واشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو تاني مع السلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة